موسيقى موسيقى أهلا بكم عزام شاهدين إلى فضاء حر نفتح فيه الليلة ملف تعز من يدير اللعبة موسيقى تتصعد حالة الانفلات الأمني في تعز على نحو لافت مؤخرا انتشرت ظاهرة الاقتيالات مستهدفة عددا من رجال الأمن ومنتسبي المقاومة الشعبية وهو ما أثار تساؤلات حول من يقف خلف هذه الظاهرة وما هي أهدافها وإلى أين تنظي تعز بشكل عام يقول البعض أن خلايا المخلوع تقف خلف كل ما يجري بالنظر إلى أن المستهدفين هم من منتسبي المقاومة والأجهزة الأمنية وبالنظر أيضا إلى الهدف النهائي من هذه العمليات والتي بدأت في عدن وانتقلت الآن لتعز للهدف ذاته فريق آخر لديه تفسير مختلف وهو التفسير ينظر إلى التجاذبات السياسية القائمة في التعز وداخل صف الشرعية بشكل عام ويرى أن ما يجري في المدينة ليس سوى عكاس لهذه الحالة وأنها لا تخرج عن كونها سعيا من القوى السياسية والجماعات المسلحة في المدينة والأطراف الخارجية الدعم لها لتصفية الأطراف الأخرى المنافسة بين هذا الطرح وذاك يبقى الحديث عن غياب الأجهزة الأمنية في المدينة وغياب دور الحكومة في دعمها وإعادة بنائها هو الأمر الوحيد المجمع عليه ولا مبرر له فيما تتجه الحالة في تعز على ما يبدو إلى مصير لا يقل سوءا عما كان عليه الوضع في عدن من المستفيد مما يحدث في تعز ومن الطرف الذي يقف خلف هذه العمليات وإن هي الحكومة مما يجري في المدينة ومن يدير اللعبة السياسية والأمنية فيها هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة من فضاء حر مع كل من الصحفي وسام محمد من تعز ومن عدن ناشط أحمد الوافي أهلا بكم أضيفي الكريمين وأبدأ معكم بالسؤال المشترك وهو سؤال ربما يكون كبير لكنه مناسب لمعرفات الأرضية التي سيدور حولها نقاشنا لهذه الليلة والبداية معك أحمد الوافي من عدن كيف تصف ما يحدث في تعز خصوصا مع تصاعد حوادث الاغتيالات مؤخرا فيها في الحقيقة هو ما حصل في تعز لا يمكن أن نسموه انفلات أمني هو غياب تام للأمن انفلات الأمن يسمى عندما يكون هناك حالة أمنية ويتم أيضا فيها خلال أمنية نقول هناك غياب تام للأمن في تعز عدم وجود سلطة محلية متواجدة في داخل المحافظة وعدم وجود أيضا إدارة أمن متواجدة هناك سلطة أمر واقع هي تحاول أن تفرض أجندتها وأن تحاول أن تعمل بوفق أجندتها وما يحصل هو محصلة طبيعية لغياب العمل المؤسسي في الشغل العسكري والمقاومة الشعبية الذي كان يفترض منذ البداية أن يتم وفق أسس عسكرية وأن يتم تنظيم العمل بنظام مؤسسي يحفظ الأمن والاستقرار ولا يسمح بالإنزلاق إلى ما نحن عليه للأسف الشديد هناك تم رفض منذ البداية لهذا العمل بشكل مؤسسي وهذه النتيجة الطبيعية والحتمية سنأتي إلى هذه الأطراف التي رفضت الانخراط ضمن العمل والسياق المؤسسي لكن أتحول الآن إلى وسام أيضا من تعز والسؤال ذاته كيف تصف ما يحدث في تعز وخاصة مع تزايد حوادث الاغتيالات فيها في الفترة الأخيرة طبعا مساء الخير عليك أسفونا ومشاهدين العزاء بالنسبة لما يجري في تعز باعتقادي المسألة مركبة لا يمكن تبسيطها إلى أسباب غياب العمل المؤسسي أو غياب المحافظ أو عدم مبود الأمن المسألة أكبر من الجميع ما يجري في تعز أساسا هو النقطة المحورية في التحليم هو أن تعز كان لها دور محوري في ثورة فبراير إذن عند هذه النقطة يمكننا معرفة من الأطراف التي لها مصلحة في تصفية ثورة فبراير من الأطراف التي لها مصلحة في أن الناس لا تحقق انتصار بعدها نأتي إلى المشاكل الأخرى نحن نعرف أن دول التحالف الحكومة الشرعية ثم الأحزاب السياسية لا يكفي أن نقول أن أن علي صالح والحوثي هو من يرتكب القرائم فقط لا هناك أسباب موضوعية أصلا ما دعا منا لهذه الأسباب مثلا قبل أن نأتي إلى الأسباب ويسام قبل أن ندخل في تفاصيل الأسباب يعني في البداية يعني إحاطة في المشهد يعني كيف تنظر أنت إليه كيف يمكن أن تصفه حجم الوضع الكارثة في تعز كيف يمكن أن تلخصها الوضع المخيف في علامة أعمال الاغتيالات تنتشر بأساليب القريمة العثيقة من خلال كواتم الصوت ومن خلال استغلال المشاكل واستغلال الأزمة التي يعيشها المجتمع بمعنى أن البروف الاقتصادية التي وصلتها الناس جعلت الجميع يعيش أزمة لهذا من الطبيعي أن تنتشر القرايا لكن ما هو تصورنا ما هي رؤيتنا لمواقهة هذا الوضع لا يوجد شيء وهنا الكارثة الحقيقية وهذا طبعا ما يرشح تعز إلى وضع أسوأ وضع إذن أسوأ مرشحة إليه تعز أتحول من جديد إليك أساد أحمد الوافي كنت تحدثت عن أسباب أو ربط المشهد في تعز وما يشبه الفوضى في تعز لأسباب تتعلق بغياب المؤسسية في أجهزة السلطة المحلية أو أيضا تشكيلة المقاومة كما فهمت من كلامك هل يمكن أن توضح هذه النقطة؟ أولا أود أن نعقب على نقطة واحدة نحن نحارب الحوثي وصالح نحن رفضنا مشروع الحوثي وصالح ومن الطبيعي بأن الحوثي وصالح سيستخدموا كل أدواتهم وكل أوراقتهم كل أوراقهم لمواقهتنا منها الأوراقة الأمنية إذن ماذا عملنا؟ ماذا صنعنا؟ يفترض بأننا نكون أكبر من أننا نبقى نشكي ونبكي يجب أن نقوم بعمل أشياء ومن الآن يفترض ما يحصل في تعز هو غياب لمؤسسات الدولة نتيجة لجماعات مسلحة عدم وجود دمج عسكري حقيقي للميليشيات الحاصلة في داخل تعز عدم عمل حلول للفارين من السجون والتي تصل عددهم إلى قرابة 2000 حين كنا طرحنا مقترحات لعمل دمجهم على أساس حقيقية بما يضمن عدم تكرار قرائمهم بما يضمن تخوفهم من عودة الدولة أيضا لأنهم سيصبحوا مطاردين ولابد من موجود مصالحة مجتمعية أشبه في العدلة الانتقالية هناك أشياء كثيرة أصلا لابد من قيام أجهزة الدولة ووجود السلطة المحلية تقوم بأفضل موارد بشكل كامل أحمد مصالحة مجتمعية قبل انتهاء الحرب معامل لا مش مصالحة مجتمعية أنا صد بأنه كان يفترض بأنه يتم عمل طمعانة لهم كان طرحنا مقترح لقائد المقاومة الشعبية وقلسنا واتفقنا على أساس معينة بأنه يتم إعلان لكل المنخرطين في إطار المقاومة وهم فارين من السجون بأنه عليهم تقديم ملفات يعني تجهيز ملفات لهم بحيث يكون شرط عدم عودتهم إلى قرائم سابقة وأن تقوم الدولة وممثلة بالدولة الشرعية لحل ملفاتهم حتى لا يبقوا لقمة صائغة لدى الجماعات الإرهابية التي تستغل لهم في الوقت المناسب أحمد هل أفهم من كلامك بأن هناك مقرمون فارون من السجون أصبحوا منخرطين ضمن تشكلة المقاومة لماذا ننكر هذا؟ موجود بالتأكيد كثير هذه أحد الأسباب لكن نقول فيها أسباب كثيرة بقاء الموارد تحت سطوة النافذين وتحت سطوة اللصوص مشكلة كبيرة أيضا نحن الآن لا نتكلم على مشكلة انفلات أمني طبيعي نحن أمام ظاهرة إقليمية ومشروع كبير يجري المخطط بأن تكون تعز امتداد للموصل وحلب نحن نحذر من وجود جماعات إسلامية تتمدد بشكل سلس وتتواجد بأماكن كثيرة في داخل تعز من هي هذه الجماعات الإسلامية التي تشير إليها؟ مخجل للسلطة المحلية ما هي هذه الجماعات الإسلامية التي تشير إليها في تعز؟ من أنفار الشريعة وهناك أخبار تدول بأن تنظيم الدولة داعش متواجدة ونحن الآن قبلنا التواجد على قناتكم وبهذا البرنامج ولا نخشى بأن نقول ونحذر لأن دمنا لن يكون أغلى من حبرنا ونحن نفدي مجتمعتنا التي رفضنا من البداية لإخضاعنا من قبل الحوثي وصالح ومن قبل أدواتهم المنضمة في إطار المقاومة والموثلة بعليم حسين وموثلة بأجهزة معينة وحزاب معينة نقول الآن أن تعز المخطط ما يجري بأنهم تحويل تعز إلى ساحة صراع إقليمية امتداد لما تم في الموصل ولما تم في داخل حلب هذا يتم بشكل مرتب ومنهج نعم أستمعت إلى أحمد الوافي تحدث عن بعض الأسباب نقهة نظر لما يحدث في تعز تحدث عن جماعات إسلامية ربما تكون هي فتيل هذه الفوضرة وصلت إليها المدينة كيف تعلق؟ أتفق مع الأستاذ أحمد في كثير من النقاط التي تحجث عنها لكن ما يغيب عن بالنا هو أننا نستغرق في مشاكل صغيرة هي في الأساس نتيجة طبيعية لحالة الحرب القائمة يجب أن نبحث عن قدر المشكلة في النهاية ثورة مضادة قادها الحوثي وصالح استهدفت تطلعات اليمنيين وحقهم في بناء دولة عادلة عندما نستغرق إلى مشاكل أدنى في الأخير حالة الحرب ماذا توجد؟ في الحالة الحرب توجد فوضى وتوجد اختلالات وتوجد قاتل وتوجد إرهاب لماذا يوجد هذا كله؟ هذا يوجد كله بسبب الفشل في إدارة الصراع لدينا حكومة عاجزة علينا أن نعترف اليوم لم يعد هناك وقت لتأخير هذا الاعتراف لدينا مجموعة ومخاب عبارة عن كتلة من العدز ماذا سنعمل في موافاة هذا الوضع؟ ولدينا دوال إقليمية لها أقندتها من الطبيعي أن يكون لها أقندتها لا يهمها تعز لا يهمها دمار تعز وقد تتقاطع مصالحها مع دمار تعز أصلا قد تقلب إلى تعز جماعات متطرفة من العالم كله لن تخسر شيء في النهاية هي يهمها أن تسيطر على ميناء المخى لكن نحن نحن الذي أنجبنا فبراير فبراير العظيم ماذا عملنا؟ ثانيا إلى الآن نحن لم نعمل شيء لكن أن نهبط بالخطاب إلى مستوى تبسيطي هذه مشكلة علينا أن نرتقي بالخطاب اليوم مثلا علينا أن نتحدث عن القوى السياسية أين القوى السياسية؟ طبعا يجب أن نفهم برضو يجب أن نفهم لماذا القوى السياسية عاجزة نحن نعرف عندما دخل الحوثي وصالح إلى صنعاء كانت القوى السياسية تعيش أزمة خانقة فيما بينها أزمة ثقة عندما اندلعت الحرب ظلت أزمة الثقة هذه قائمة لم تسعى الأحزاب إلى إنتاج رؤيا وطنية لمواقهة الوضع القائم لهذا لم نعد نعرف ما هي مهمة السياسة لم نعد نعرف ما هي مهمة الأحزاب الآن حاليا تحول مركز السياسة إلى تعيش لم يعد هناك رقعة يمكن للسياسة أن تقوم عليها سواء في تعيش رغم الاغتيالات، رغم الفوضى، رغم غياب الخدمات، رغم التقويع، رغم كل شيء لا تزال السياسة تنبض في تعيش لكن هناك محاولات لتمييع هذه السياسة نعم وسام يعني هناك من يشير عاجزة عن إنتاج حلول نعم فيما تقوله الآن هناك من يشير لأن حالة التجاذب السياسي القائمة في تعزية سبب رئيسي فيما يحدث من انفلات أمن ومن تأزيم للحالة في المدينة ما رأيك؟ بالطبع الأحزاب السياسية هي تتحمل قوز كبير من المسؤولية لأنها حتى الآن لم تعرف ما هو هدفها كان هناك مقاومة شعبية المجتمع كله منخرط فيها ومرحب فيها ومستعد أن يبدل كل غالي وكل رخيص لكن تم تحييد المجتمع بداية ثم تم سلق فكرة الدمق مع القيش دون أي معايير ودون أي خطط ثم أي فكرة هذه التي تحدث عن وجود قيش في ظل حالة حرب وما هو القيش هذا أصلا نحن نحتاج في البداية قبل أن نكون هناك قيش نحتاج أن نبني رؤيتنا للدولة البديلة لا أن نذهب إلى دولة عبدالله صالح من قديم ما هي المعايير لكن وسام يعني في تشكيل هذا القيش أو هذه المكونات العسكرية التي من شأنها أن تؤسس لدولة في ظل حالة الحرب هو نحن كما قلت لك سابقا بولينا بنخبة سياسية عاجزة للأسف لا تستطيع إنتاج رؤى وتصورات يمكنها أن تستوعب قدرات المجتمع باعتقادي تعز اليوم مثلا تعز اليوم تقاوم بقدراتها الذاتية اليوم القتلى والمقرمون استخدمون أسلحة كاتم صوت لماذا؟ كل الناس مسلحين في الشوارع لماذا يحتاجون إلى كاتم صوت؟ لأن تعز لا تزال تحاصرهم منذ أن تم تحرير المنفذ الغربي زاد عدد سكان تعز إلى نحو ثلاثة أضعاف تقريبا لهذا حتى مع ارتكاب هذه القرائم الشوارع مزدحمة يعني بمعنى أن المجتمع لديه طاقات خلاقة لكن لا يوجد من يستثمر هذه الطاقات هذه الأحزاب لا سبب الانتكاس غياب النخب السياسي لكن سأعود إليك أسا سأعود إليك أضيف أضيف نحن نعرف أن هذه الأحزاب هي أصلاً ذات طبيعة إصلاحية وقد اختبرناها في ثورة فبراير وحدث بعد الثورة وبعد التوافقات أنها قز من الفشل القائم في البلد وقز من ثقافة دورة علي عبدالله صالح طبعاً الأمر لا يتساوى لكن في النهاية هذه الأحزاب حاجزت عن أن تكون عند مستوى تطلعات الناس وعند مستوى تضحياتهم إذن القانب السياسي القى بضلاله على القانب الأمني سأعود إليك وسام القانب السياسي هو من القى بضلاله على القانب الأمني وربما هو الذي طعن في تلك التضحيات التي يقوم بها الرجال في الميدان بغياب فعلاً المشروع السياسي وظهور تجاذبات سياسية على حساب المشروع الوطني وأيضاً تمترس بعض المكونات السياسية ضد الأخرى وهذا الصراع السياسي هو أكثر ما أضر بمحافظة تعزوة والسعى دائرة الفوضى أو الانفلات الأمني ما هو تعليقك أحمد؟ نحن نقول بأن الرمي الكل سقل على السياسيين هنا للأسف الشديد خطأ كبير هناك مراكز نفوذ نقول بأن الأحزاب السياسية ليست كلها أحزاب سياسية هناك أحزاب تتستر وراء السياسة وهي مليشيات أسكرية جماعة موت جماعة تكفيرية وظهرت مؤخراً بأنها جماعة تكفر شركاءها السياسيين لماذا نكذب على أنفسنا؟ نقول بأن هناك المشكلة عن أي أحزاب تتحدث؟ عن حزب الإصلاح تحديداً عن حزب الإصلاح تحديداً الذي رفض المواجهة في صنعه وقبل المواجهة العسكرية في داخل تعز لأغراضه الخاصة هذه النفوذ العسكري النفوذ القبلي والعسكري وقماعة الإسلام السياسي التي تحتزعمة جامعة الإيمان هو من يتحكم في بناء ويتحكم في حياتنا في تعز رقم واحد الطرف الثاني هو علي عبدالله صالح هؤلاء هم وكلاء أنصار الشريعة ووكلاء داعش علي عبدالله صالح وكيل داعش وقهاز الأمن القومي مع طارق محمد عبدالله صالح هو علي محسن الأحمر وقامعة الإيمان القاعدة وداعش طب ماذا عن السلفية ماذا عن السلفية وتحالف أحزاب سياسية مع جماعات إسلامية أكثر تطرفاً بكثير من الإصلاح كيف تفسرها الجماعة السلفية هي مقسمة ما بين هذا وهذا وتدار بالريموت عبر هؤلاء المؤدلقين سياسياً وهؤلاء المطابق الذين يتبعهم أمن سياسي وأمن قومي أمن سياسي في يتبع الإخوان المسلمين وأمن قومي تابع علي عبدالله صالح وأولاده وأولاد أخي دعونا نكون أكثر صراحة المشروع قد يكون المستفيد منه أقليمياً أكثر من المحلياً بمتدمين الولايات المتحدة المريكية وبريطانية وفي حلقات نحن نريد أن نحمي تعز ماذا قدم المحافظة المعمري ماذا قدم خالد فاضل أحمد ألا تعتقد بأن هذا المنطق هو ذات المنطق الذي سقطت على إثره عمران لا تخشى أن تذهب تعز إلى نفس المصير بسبب هذا الخطاب الذي يعاد إنتاجه من قديد في تعز أنا أريد أن أقول لك لا نريد أن نقرف عي المجتمعات ما حصل أصلا في عمران وسقطت عمران نتيجة سلوكية خاطئة ونتيجة سيطرة كاملة من قبل حزب الإصلاح على حكومة الوفاق الوطني وإدارة مجلس الوزراء باللقنة التنظيمية حق الساحة مما حول الناس بأنهم صمتوا وسكت الكثير يعني الحوثي كان عنده حق إصطاط الأمران بحيث يتمدده للأسف شديد اليوم الإصلاح يكرر نفس السيناريو وبصورة أسوأ وبصورة أكثر سوادا وقتما في داخل تعز نحن نقول الآن نقول ماذا قدمت سلطات الأمر الواقع في داخل تعز لتلافي الوضع الذي ليس خطيرا لكن سيكون خطيرا لاحقا طيب كيف يمكن أن تقدم في ظل كل هذا كل هذا التشاحن السياسي والتقذب السياسي طيب سأعود سأعود إليك يا سيادتي نحن نكون منطقيين من رفض العمل العسكري المؤسسي أنا تحدثت إلى وزير الداخلية عبد الحديثي وطلبت منه بأنه لا يسلم السلاح والفلوس إلى جماعات سلفية كانت تسلم المال والفلوس من داخل السعودية وطلبنا بأنه يسلموا إلى غرفة عمليات تدار عسكريا تابع المجلس العسكري يتبع الجيش الوطني واتبع رفض نعم عفوا رفض وزير الداخلية نحن كنا تحدث باسم كان مجلس عسكري وعضو مجلس عسكري كنا نعم كنا نتحدث إلى وزير الداخلية وقال بس حرف وهو الآن موجود بأي صفة بأي صفة بهذا الأمن السياسي عبد الحديثي قال أرجوك دعنا نتحرر وتأتي ألف قاعدة هل هذا منطق مسؤول نحن نقول اليوم هذا مطالب للمحاكمة طيب إذن المقدشي اللي قال القطاع منفصل تعز هو مطالب للمحاكمة الآن طيب يعني أسام يعني هذا التضارب في أولويات المعركة في تعز على الصعيد السياسي كيف تنظر إليه أنا أنظر إلى المسألة أنها أوسع من تعز وأوسع من مسألات أن فلان جند أو فلان مجند المسألة أكبر مننا جميعا ويجب علينا اليوم في حالة سقوط السياسة أو ما أسميها أننا نعيش خريف السياسة لأن السياسة اليمنية لها تاريخ طويل لكننا وصلنا إلى الخريف المهم في هذه الحالة تبقى لدينا شيئين تقريبا ثورة فبراير كنقطة كنقطة محورية يجب العودة لها في كل لحظة النقطة الثانية المجتمع اليوم يجب أن نؤمن بفشل السياسيين وبيعجز الحكومة لكن لسنا بحاجة إلى مواقف حدائية وإلى شطحات علينا أن ندرس كل المشاكل القائمة نحن عندما ندلعت الحرب لا يوجد أي طرف كان لديه تصور أن الحرب ستطول إلى ما يتقاوز العامين وربما الثلاثة وربما الخمسة وربما العشر العوام ولكن الآن تقريبا أصبح لدينا تقربة أصبح هناك معطيات واضحة على الأرض بدأت الأجندة تتضح بدأت الأوهام تسقط إذن علينا أن لا نسقط في حالة الضقيق القائمة وفي حالة الشطحات يجب أن نكون واقعيين هناك تركة ثقيلة هذه التركة هي تركة نظام علي عبدالله صالح ونحن جميعا نقوز منها وثقافتنا هي ثقافة هذه العقود التي مرتها العقودة السوداوية ما هو الشكل تواقع أدوات المخلوق صالح في تعز برئيك وسام؟ اليوم علينا أن نحدد ما هي المشاكل القائمة وما هي سبا موابهتها والمرهن على المجتمع فقط المرهن على الشعب أما المرهن على التحالف أو على هادي أو على المعمري فلن يبني سوى مزيد من المرارة والخذلانات هذا ما أعتقده نعم أيضا هناك لكن في ظل حديثك الآن عن الشعب وانت عندما تتحدث عن الشعب ربما تشير بشكل مخصص إلى المقامة الشعبية التي تشكلت في تعز المقامة يعني مؤخرا ظهرت فيها خلل كبير في أدائها وتصارع بين فصائلها كيف يمكن أن نعول عليها؟ يبدو صوتا قطع عندي طيب طيب كنت أسألك كنت تسمعني الآن وسام طيب كنت أسألك عن الشعب الذي تحدثت عنه والقاعدة الشعبية التي يجب أن نعول عليها ما هو شكلها يعني؟ ما هو الكيان الذي يمكن أن نراه من خلاله؟ إذا كانت المقامة تتصارع فيما بينها إذا كانت النخب السياسية تقدم أسوأ صورة ممكنة لها في تعز ما هي الهيئة أو السياقة الذي يمكن أن نجد فيه الحل من خلال الشعب الذي أشهد إليه؟ اليوم لدينا تقارب كثيرة ولدينا نضالات متعددة لكنها غير مترابطة تفتقر للغة المشتركة مثلا النضالات التي قام بها قبل أيام النقابات نقابات الموظفين هذه يمكن البناء عليها وتشكل أمل في النهاية لا يمكن تحييد قطاعات واسعة من المجتمع لمجرد أنهم لا يحملون السلاح لكن في النهاية هم يعانون وهم مقبرين أنهم ينخرطوا في الصراح وعلى فكرة احتجاجات موظفين مؤسسات الدولة في تعز الأسبوع الماضي مثلت إشراقة قديدة في تقدد الوعي الثوري والوعي المضالي داخل تعز وهذا ما لا يمكن القضاء عليه على المدى الطويل تعز نفسها طويل جدا وهي رئة اليمن تقريبا إذا كانت عدن قلب اليمن فتعز رئته ولا يمكن لليمن أن نتنافس بدونه طيب وشام في ظل حتى هذا الحراكة المدني هناك أشكال إبداعية علينا أن نمجدها علينا أن نعود فقط للمجتمع مثلا علينا أن ندرس كيف أن دلعت المقاومة كان تقريبا قد تم تحييد المجتمع بالكامل تم إرباك الأطراف السياسية في تعز وفي اليمن ككل وتم قعل التناقضات الثانوية تغدو تناقضات أساسية لكن في النهاية الناس هبت وغيرت المسار بكامله طيب هذا حديث وسام لكن يحتاج إلى بيئة آمنة بداية طيب سأعود إليك وسام نحن تحدث الآن عن بيئة أمنية منصلة إلى حد كبير يدرسوا كل المساكل ويحاولوا إيجاد الحمول سأعود إليك وسام سأعود إليك وسام الحديث عن مكونات سياسية أو مدنية يمكن أن نعول عليها في ظل واقع أمني صعب ربما يكون موضوعا مؤقلا الآن أستاذ أحمد بالنظر إلى طبيعة المستهدفين من الإغتيارات التي شاهدناها في الفترة الأخيرة وهي في الغرب استهدفت من ينتمون إلى المقاومة الشعبية وأيضا لمن ينتمون إلى الأجهزة الأمنية أليشير ذلك بوضوح إلى الفاعل وهو الطرف الذي يشن الحرب على تعز في هذه اللحظة وتحديدا نتحدث عن الإنقلابين المثلين بحليفين الإنقلاب المخلوع والحوثي تحديدا أنا أقول بأن الحوثي وعلي صالح هذه أحد أوراقهم وبالتأكيد هم أكثر الناس اللي يلعبوا في الورقة الأمنية كمعارك بديلة في عدن وفي تعز لكن ماذا قدمنا نحن استمرار عملية عدم دمج حقيقي للألوية والمعسكرات في إطار بشكل عسكري وتهيئتهم وتدريبهم وتاهلهم هذا يعطيهم فرصة أيضا لممارسة عملهم إذا كان هم الأساسين اللي يقوموا بهذا العمل عدم هيكلة إدارة الأمن واختيار شخصية قوية وأيضا رفع الوصاية عليها من قبل أطراف معينة وإعادة التنسيب بشكل عادل وبشكل مهني وطرح الإختيار لرجال أمن حقيقيين يختار المنتسبين لإدارة الأمن دون أن يكون هناك مجموعة من الناس يعني مجموعة تتبع مناطق محددة أو أحزاب معينة بشكل مهني وعمل تدريبهم وتاهلهم تفعيل دور الأجهزة الاستخباراتية استخبارات عسكرية أمن سياسي أمن قومي طيب أستاذ أحمد نحن كلما سمعنا عن محاولات لضبط الأمن في تعز وانتشار أمني في الشوارع ليس هناك محاولات يحدث أيضا تحدث هذه العمليات وبمقابله أيضا يحدث نسمع صوتا إعلاميا مرتفعا يندد بهذه الانتحركات وينخونها أنكر وجود أي محاولات أنا لا أرى محاولات حقيقية أنا شخص عملت كناشط مجتمعي وسانت برضو وأعرف طبيعة الأمن بداخل تعز بشكل كبير أقول بأن هناك ليس هناك نوايا حقيقية هناك من يرى بقاء تعز أيضا رهن لسلوكياتهم أيضا أطراف محسوبة على الشرعية هي تعتبر تعز ورقة اللعب السياسي لديهم ورقة الأمن ورقة الاغتيالة أيضا طرف لهم نحن نرفض وجود صراع إماراتي إصلاحي على تعز نحن نرفض يعني رهن تعز أو ذهابها إلى مسلسل من هي أدوات الإمارات في تعز برأيك أحمد الوافي نعم من هي أدوات الإمارات في تعز برأيك نحن لا نقول قد رب الإمارات في طريقتها طريقة قد ربهم طريقة الدعم طريقة أحيانا طريقة يعني إعطاء الدعم لداخل تعز لا تعطيه عبر قنوات رسمية ولا تضغط على الجهاز الرسمية التي عملت تغييرات اللازمة لكي تقدم دعمها هي أكتفت بأطراف معينة مثلا سواء كان أبو العباس ولا غيره ولا شرطة نحن نقول هنا لابد ما يكون هناك دعم واحد عبر الجهاز الرسمي ولابد من تغيير وإصلاحات في الجهاز الرسمي وأن نكون شجعان بقدر الكفاية وأن نقول بأن هناك فشل ذريع لقيادة المحور وفشل لإدارة الأمن وهناك وصاية إصلاحية على تعز وهناك ممارسة قدر من التحالف هذا الفشل الذريع أفوان دعينا أكمل دعينا أكمل وهناك استخدام لتعز من قبل التحالف العربي كأنها ورقة إنسانية لإستمرار الحرب لإستمرار التدخل القوي وهناك ورقة استخدام من هذه لتعز كجبهة استنزاف وكأنه يرى تعز بأنها تحتاج إلى مراطن نحن نقول بأننا نحن قوة تعز وسلطات الأمر الواقع هي من طرحتنا في هذا الوضع ومن سمحت لكل هؤلاء أنهم يتعاملوا على تعز الوضع الذي حاصل يعني أستاذ أحمد أنا مدري يبدو أنني لم أعد أفهم عن من تتحدث يعني كل هذا الخطاب التي تتحدث عنه أنت قبل قليل إلى من تشير سألتك عن الحوثي والمخلوق كمسفيدين من كل هذه الأدواء عن من تتحدث أنت؟ نعم عن من تتحدث أنت؟ أنا أتوكأ عن وكلاء صالح وعن وكلاء محسن منهم وكلاء صالح في تعز هم من رحلوا تعز وهم من أضاعوا تعز نعم من هم وكلاء صالح في تعز ولدينا وكلاء صالح مجموعة ولدينا الناس الذين يشتغلوا في الرادي زي وكلاء محافظات ويحسنوا علاقتهم بالجماعة الإرهابية من أنصار شريعة وداعش وغيرهم موجودين في داخل تعز ويمثلوا سلطة محلية ويزوروا أختام ويمارسوا ممارسات قدرة في ظل وجود غياب تام لمحافظ محافظة يعد شريكا في كل القرائم التي ترتكب بداخل تعز علي المعمري الشريك بكل قريمة أحصل وبكل قتل أحصل إذا أنت كنت تتحدث عن السلطة المحلية إذا كان حديثك السابق كله عن السلطة المحلية كأدوات لصالح في تعز عن بعض أطراف السلطة المحلية الميليشاويين الذي نعرف بأنهم يديروا عملاء ميليشاوي نعم هل يمكن أن تسميهم ويأووا القتلة حتى من قبل انطلاق المقاومة من 2014 لدينا ناس معروفين ومستعدين نذكرهم بالاسم إذا لم يكن عندكم مانع أنا أعرف بأنكم أنتم تقولوا ما عندناش مانع أهم شيء ما يكون عندك أنت مانع أنا فهم ولا لدي أي مانع أنا أيضا أمشي بوفق استراتيجيتي لا أخاف نحن ناس نشطاء ليس لدينا من الخوف ونحن نعرف هدف القناة في استدعانا إلى هذه الحلقة ونعرف بأنكم ستحضرون بمواقعها نحن لا نخاف مطلقا يا أستاذ أحمد بالعادس أنت ربما أكثر أمانا من ضيفنا الآخر أنت في عدن وهو في تعز أعتدر على هذا الكلام لأنه أنا أعتقد بأنه نفس أدوات المليشيات أيضا هناك أدوات إعلامية تعمل على تغيير وعي المجتمع أيضا ومحاولة يعني إقناع المجتمع بصورة إنها جمالية وأن هناك استهداف للمقاومة ولا يريدون مواقهة أنفسهم أو مواقهة الناس بواقعهم حتى يستطيعوا الخروج من هذا الواقع المظلم تعز ينتظرها أيام مظلمة ونحذر من هذا الكلام ونقول بأن الشرعية ستكون شريكة حتى لو كان الفاعل علي عبدالله صالح والحوثيين وهناك جهة إقليمية وتحالف نقول من سمح لهم هم السلطات المحلية وسلطات الأمر الواقع الموجودة في تعز ومن تحاول السيطرة على كل الأجهزة سواء كانت أمنية أو عسكرية من تحاول التلاعب بالأسماء هناك مخطط أيضا لإفقار تعز وتوقيعها بالقانب المدني والضخب المال والفلوس للجماعة المسلحة حتى تكون لها ثروة للحرب القادمة للحرب الرحيمية نعم تحدثت عن إمكانية نعم تحدث عن ضعف أداء السلطة الشرية في سلطة المحلية في تعز لإدارة الأمن وسام سمعنا مؤخرا عن أن حتى السلطة المحلية بطبيعة الحال تحتاج إلى دعم إلى إمكانية لإدارة ملف الأمن في تعز وقد كان لدينا في حلقات سابقة ضيوف من تعز تحدثوا عن عدم وجود طقم حتى لإدارة الأمن في تعز عدم وجود الإمكانية وعدم رفض السلطة المحلية بالإمكانات التي تمكنها وتؤهلها لإدارة الملف الأمني في تعز مقابل دعم وتمويل كبير لفصائل معينة متمردة على السلطة ومتمردة على الشرعية في تعز كيف يمكن أن نفسره وكيف يمكن أن نفهمه وكيف يمكن أن نؤمل في استقرار أمني في تعز في ظل هذه الظروف طالما فضى حر اسم برنامجيك الرائع دعينا نقول أن السلطة المحلية لا تحتاج شيء السلطة المحلية تقريبا تحتاج بالجزمة لأنها لا تعرف مهامها وقبلت أن تمارس مهامها دون أن تكون عند مستوى اللحظة علي المعمري طبعا ليس كل السبب علي المعمري لكن إذا كان يحترم نفسه مفروض يقدم استقالته ويترك أن الناس يواقه خياراتهم ومصيراتهم الدفاع عن المعمري والتعاطف لن يستمر طويلا في ظل هذا الفشل الدريع عليهم على الأقل اللي يعودوا حتى على التحالف والحكومة الشرعية عليهم أن يعودوا للمجتمع ويوجدوا حلول لكل المشاكل القائمة في النهاية ليس نهاية العالم هناك ألف حل اليوم من يستلم من التحالف بطريقة منفردة أو من غيره يعتبر برتزاق لماذا؟ لأنه لا يصارح الناس أنه مبلغ كذا وصلنا أسلحة كذا وصلتنا على الأقل يصارح كل القوى لكي يحصل تهديئة لكن كل الأطراف تسعى إلى خطب ود التحالف عن طريقها تسعى إلى مهادرة التحالف تسعى إلى التقرب من المعمري تسعى إلى في النهاية الكل أصبح يريد أن يتاجر بمآسي الناس لكن لكن هناك يبقى أن الناس قررت أنها ستواجه ولن تعود دون أن تحقق ما خرجت من أجله عليهم على الجميع الأطراف الذين يعتقدون أنهم سيتم استغفال الناس أو الذين يعتقدون أن الخصوم مع الإصلاح فقط أو أن الخصوم مع أبو العباس أو أن في النهاية الناس شبث عن الطوق والكلمة النهية ستبقى لها سواء اليوم تواطأت أو واقهت طيب طيب إذن تتحدث أنت عن جو سياسي أكثر منه أمني أو إداري في تعز بينما أحمد يذهب بأن المشكلة فعلا إدارية في تعز أحمد أنت تحدث عن المشكلة الإدارية في السلطة المحلية في تعز مؤخرا عرفنا وسمعنا عن تدخل شرطة العسكرية لفرض الأمن في تعز تم قتل نجل قائد الشرطة أيضا يتم حجب أي تعزيزات عسكرية تساعد الجهة الأمنية في تعز عن أداء مهامها ما يشير إلى أن القوى المتصارعة في تعز صارت أكبر أصلا من السلطة المحلية ومن قدرتها على السيطرة على الوضع كيف تعلق؟ أنا أقول بأنه بعد تحرك القوات الأمن الخاصة في منطقة الحجرية وتعمين خط من التربة إلى السجن المركزي وفرض ثمان نقاط أمنية وبدأت تشتغل بشكل إيجابي رغم أن المنتسبين لها يتم تسليم رواتبهم من إدارة الأمن ولم ياتوا إلى حتى معسكرة القوات الأمن الخاصة تحركت الشرطة العسكرية وظهرت بشكل مثلها أنا لن أكون سوداء والنظرة لكن أتمنى أن يدوم استمرار الشرطة العسكرية بشكل كبير لكن أنا أعتقد بأنه صارت معاركنا هي ذات شكل سياسي وصارت أيضا حركات الأمنية ذات شكل سياسي لا وجود لإرادة حقيقية لاستثباب الأمن لا وجود نية حقيقية لدى الأطراف التي لا أحلم لماذا تتخوف حتى تكون وصية على قيادة المحور وتكون وصية على الألوية وتكون وصية على إدارة الأمن ما الذي يزعجها؟ يجب أن مكاشفة شركائها السياسيين إذا كانت تخشى من شيء وتقول أنا متخوفين نحن كإصلاح متخوفين من شكل كذا 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 ويقفوا بمواقف حقيقي مع شركائهم السياسيين نحن نقول بأن الإصلاح التعز لحول لهم والأقوة تشير إلى أن هناك كان جدية في إدارة الأمن في تعز لكن الصراعات كانت أكبر وأقوى من هذه المحاولات في سلطة المحلية أو في إدارة الأمن تحتاجها بالتأكيد الأسراء أكبر من هذا الكلام وهناك مصادر قوى نفوذ كبيرة تتمثل بقيادة سلطة الشرعية وهي من تدير معركة تعز أنا أعتقد أنه قوى السياسية بذات لأطراف معينة لا حول لهم ولا قوى في داخل تعز وأيضا هي من تغضي هذا الأسراء بشكل كبير أنا أقول بأنه إذا لم تملأ الكاس سيأتي من يملأه سواء الإمارات أو التحالف أو السين أو صاد إذا لم تقم بعمل شيء معين على الناس الذين يقرحنا على صراعات مثلا تتعلق بقطر والإمارات هل تبرر هذا الأمر؟ نرفض هذا الأمر نقول نحن نملأ كاس سنة نحن نقوم بإقراتنا بداخل تعز لماذا لا نقوم بإقرات عملية؟ لماذا لم يتم القيام من سلطة الأمر الواقع حتى لو كان هذا القدر كبير حتى لو كان المخطط كبير من ترامب نفسه؟ لماذا لا نعمل ممانعة ونقلل من هذه المخاطر حتى يكون ضربة الفاسة الكبيرة في أقل من دقيقة كيف؟ 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 كيف أستاذ أحمد؟ في أقل من دقيقة؟ إذن في أقل من دقيقة لابد من سرعة عملية دمج الكتائب والألوية بألوية الجيش وأن يتح لهم يعني كل الصلاحيات بأن يقوموا بأخذ أسلحتهم وإعادة توزيعهم وإعادة تمبوعهم وأن تكون لهم كامل السلطة أيضا عمل هيكلة ورفض التنسيب السابق لإدارة الأمن الذي سيطرت عليه قيادة معينة تعين إدارة قيادة أمن قديدة تغيير محافظ تغيير قيادة المحور مع كل هاكلها التي تبع ماليشية معينة أو تبع مكتب علي محسين الأحمر الذي يدير تعز والذي يستخدم تعز ورقة تتحدث عن علي محسين الأحمر وهو نعم القائد الأعلى القوات المسلحة وكأنه خارج هذا السياق وأيضا بالنسبة للكونات التي رفضت الانخراط في الجيش يعرف أيضا الجميع بأن ربما كتائب العباسية كانت الكتائب الوحيدة التي رفضت الانخراط في الجيش تحول إليك بسؤال أخير أبو العباس الآن يمثل يمثل خيارات المجتمع التي لم يقدر إدارة الأمن تقبض على غزوان نعم طيب سؤال أخير لك وسامي يعني الجميع كان يراهن على تعز على القوى الوطنية في تعز تعز حاملة المشروع الوطني وشرارة فبراير وإن هذا المشروع ولخبه في تعز ستكون حقر عثر أمام أي محاولة لإفشال مشروع وطني في تعز الواقع الآن يقول العكس بأن النخبة السياسية في تعز هي من خذلة تعز كيف يمكن أن نعيد الأمل في هذه النخبة؟ أن نخبوها من أمل بالتأكيد يبقى هناك أمل لكن أولا علينا أن نعرف طبيعة المشكلة بأنها لا تقتصر حول أمور إدارية المشكلة أعمق مشكلة اجتماعية واقتصادية في الأساس اليوم الذين يقاتلون في الجبهة هم شباب لم يجدوا فرص عمل لذلك يقبلون أن يذهبوا للموت من أجل الحصول على راتب حقير علينا أن نعي هذه المشكلة ونواجهها ثم أن نعود إلى المجتمع نفسه نحن نواجه نحن أصلا نواجه تركة دولة علي عبدالله صالح لا يمكن أن نسمح ببقاء هذه الدولة أنا لماذا لماذا لا يهمني دعم إدارة أمن أو دعم الجيش هذا لماذا؟ لأنني لست على ثقة بأن هذا الجيش سيكون مختلف عن دورة علي عبدالله صالح حتى وإن قاتل علي عبدالله صالح اليوم غدا سيواقهني أنا يجب إنتاج رؤيا وتصور واضح يجب فتح حوار مع المجتمع نفسه لمواقهة هذه المشاكل كلها الأحزاب يجب أن تقدد شرعيتها هذه الأحزاب أصبحت إذا أرادت أن تعيش فعليها أن تنظر بعين اللحظة الراهنة وليس بعين الماضي وتبقى مأسورة لخلافات الماضي أو لوعود التمكين التي تأتي من هنا أو هنا تقريبا نحن الآن أمام لحظة حاسمة إذا لم نتحرك ونترك خلافاتنا كلها جانبا خلافاتنا التي لا معنى لها أما الخلافات الجيدة والنقاشات والناقد فهو مطلوب المهم النقطة الأساسية الآن والجوهرية هي فتح حوار مع المجتمع ومصارحته بكل المشاكل مصارحته لماذا تأخر الحسب مصارحته بعلاقة التحالف بالوبع الراهنة نعم المصارح والمكاشفة إذن مع المجتمع ماذا يريد المحلي نعم مصارحته بمشاكل الأحزاب ومخاوفها حتى الأحزاب التي لديها مخاوف عليها أن تطرح مخاوفها أمام الناس عليها أن تتجه للمجتمع لكي تحمي نفسها على الأقل تتصرف تتصرف غريزي لكن أن تبقى تتمترس في النهاية هي ستسقط في ميدان خصومها حتى وإن تمسكت الآن أنها قوى شريفة وقوى نزيها وتواجه تحالف الثورة المضادة في النهاية إذا ما تم حصرها في زاوية ضيقة ستتجه إلى لعب نفس اللعبة اغتيالات وتصفيات وفوضى واستثمار حالة الامتلات الأمني أشكرك جزيل الشكر وسام أشكرك جزيل الشكر كنت معنا صحفي وسام محمد بن تعيز وإيضا من عدن أشكر الناشط أحمد الوافي كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة في الختام تقبل وتحياتي أنا أسوان شاهر وتحية منتج البرنامج كامل حيدرة والطاقم الفني البرنامج إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة